السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا اخوان عساكم طيبين ان شاء الله تكونوا بصحة والسلام وبالبخير اليوم جبنا لكم مقطع جديد يا اخوان اللي هو تدبيل مستر بن لانيهاي بمساعدة صديق وان شاء الله ما رح توجهون اي مشاكل وبدون لوحة خاصة يعني بدون ان شاء الله اي تعب وان شاء الله بمطلبات بسيطة طيب فقبل ابدا المقطع لا تنسون تشيكون لجميع الروابط اللي في الوصف ولا تنسون تخشون متجر يا حبايب ولا تنسون اللي هو كود الاتم شوب وبس هذا اللي كان عندي فقبل لنبدأ لا تنسون الاشتراك والنشر اللايك والدستايك رح يعبر عن رأيكم في النهاية فخلو نبدأ في خطوات القريج تمام انا يا حباب بنسيت اقول لكم خطوتان تسوونها قبل لنبدأ في خطوات القريج تمام تمام اللي هي نعلق على التتش خلاص ونروح بعدين نسجل دخول في الفي اي بي تمام حلوين وبعدها نعلق على التتش باد مرة اخرى ونروح الكلمة رقم عشرة هذي اللي اسمها هايد اوبشنز نضغط عليها بالإكس وبعدين جوب وبعدين اللي هو إذا كانت هايد تخلوناها كوستوم خلاص إذا كانت هايد تخلوناها كوستوم بهذا الشكل تمام تمام والآن رجعت لكم مرة ثانية أول شي نحتاجه سير فرعام أنت وصديقك خلاص اللي بسعتك في القريج حلوين وتكونون فري ايم فري ايم تمام تمام هذا أول متطلب الآن نخش نضغط بسان فوق ونروح الانترنت خلاص ونروح عند هذا المكان ونروح عند حق الشركة خلاص انترسايل ونختار أي شركة من الأربعة هذو الرخيصة الغالية كله يضبط عليها القريج تمام تمام الآن نروح عند الأرينا حلوين وبعدين اللي هو الكراج الرئيسي الليفل ون حلوين نحط فيه سيارة اللي هي مستربن نحط سيارة مستربن مضبوط مضبوط طيب الآن اللي هو كمان شاحنة البانكر حلوين البيتري هذي نخليها ايش بيرسونال بيكا سنقدر نحط فيها سيارات خلاص نقدر ندبر تمام تمام وشيء الثاني يا إما تختار سيارات مجانية أو الدبابات فاكيو لك الاختيار تحطها في كراج أي كراج في الشركة أي كراج في جراند يعني أي كراج من الـ 22 كراج تحطها في أي مكان كراج شركة كراج بيت كله شغال تمام تمام سيارات مجانية أو دبابات فاكيو كلنا عارفين فتح دببة الفاقيو والسيارات المجانية تمام هنا السيارات المجانية خلاص zincهمتوا شايفين تمام واللي هو الدبابة الفاقيو من هذا المكان تمام من هذا المكان zincهمتوا شايفين خلاص تمام الآن تقريبا هذه هي جميع من طلبات القرج الآن هذه الخطوة رح يسويها صديقك اللي رح يخليك أنت تدبل مستربن تمام تمام الآن نبدأ في الخطوات الآن نخلي نروح نجون على واحد عكسنا بال بن م الآن أنا مروح اجون الآن جوننا على واحد عكسنا بال ام تمام نروح نجون عليه عشان يطأكد إنه هو عكسنا بال ام أولا وجوننا عليه وتأكدنا إنه عكسنا في الام الآن نروح عند الكرسي معليش تمام سرير ايش al名 نضغط بالإكس بدنا log in خلاص ونروح آخر مربع في اليمين هذا ونضغط عليه بالX تمام تمام ونروح هنا نضغط X تمام ونروح نضغط على هذا الكلمة أو نوقف عليها بهذا الشكل خلاص أباكم تركزون معايا أول ما نضغط X نروح نجون على اللي هو عكسنا بالM على اللي هو عكسنا بالM نقبل الرسالة الأولى نرفض الثانية ونقبل الرسالة الثالثة تمام تمام بس هذا سووها بشكل سريع يعني مو بشكل بطيء خلاص الآن يلا أنا بروح أسويها الآن قدامكم يلا الآن بضغط X وبروح أجون يلا الآن بأسويه قدامكم تمام إذا انتم شاهدين X دائرة ننتظر شوية بدنا نجينا هذه الرسالة نضغط X تمام تمام ننتظر لين تجينا الرسالة في ريسار فوق على الـ X وسهم يمين خلاص خلاص نضغط سهم يمين ثلاثة ثواني وبعدين نعلق على التج يعني ثلاثة ثواني ونعلق على التج ونروح ثاني كلمة تمام Office Decor حلوين نضغط X خلاص نروح ثاني كلمة حلوين نضغط عليها X مرة واحدة فقط مرة واحدة زي ما تم شاهدين الآن X بعدين دائرة 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 الآن نضغط Start Online ونروح عند الكلمة هذه خلاص عند الكلمة هذه نضغط X تمام رح يدخلنا حلوين نضغط دائرة 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 خلاص زي ما تم شاهدين رجعنا والخريطة مخفية بس السماء خلصنا القليج تمام تمام الآن نضغط هنا ساهم يمين مضبوط مضبوط الآن نروح نجون على نفس الرجال اللي كان عكسنا في الآن تمام نروح نجون عليه مرة واحدة بس وزي ما تم شاهدين الآن جوننا عليه مرة واحدة خلاص نتظر الرسالة جاتنا الرسالة نضغط دائرة الآن رح نضغط X تمام تمام الآن رح نكرر العملية بس الآن بشكل سريع يا أخوان الآن سوونا بشكل مرة سريع الآن مرة سريع تسونا أوكي نفس الطريقة تجون X دائرة X وبعدها رح أكمل لكم باقي الخطوات يلا الآن أنا بسويها مرة ثانية بسرعة خلاص X دائرة نستنى شوية بعدين نضغط X تمام تمام رح يجيبنا بهذا الشكل والدنيا كلها مقلتشة كده بهذا الشكل خلاص نحرك القير اللي في اليمين نحرك اللاعب خلاص بعد ما حركنا اللاعب كده شوية إذا جاتك الخريطة أو ما جاتك الخريطة أهم شي تظهر لك X وساهم يمين فوق في اليسار خلاص خلاص نضغط ساهم يمين أول ما نضغط ساهم يمين وتشوف اللاعب جلس على الكرسي نعلق على التش تمام تمام نروح ثاني كلمة نضغط إليها بالX خلاص وبعدين نروح ثاني كلمة برضو نضغط X مرة واحدة تمام تمام ضغطنا X بعدين دائرة 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 الآن نضغط Start خلاص بعدين نضغط X وبعدين نروح أقرب مهمة للألينة زي ما تمنح شايفين خوية منتظرني عشان أنا ساعده في القليتش تمام تمام يلا الآن أول ما نجون ونجينا شاشة سودا نروح نجون على اللي هو عكسنا في الأهم الآن نضغط X مربع قصدي وبعدين X خلاص شاشة سودا نجون بسرعة بسرعة نجون خلاص X دائرة وبعدها يا أخوان رح يرس بنا والخليطة مخفية تمام يعني يعني بمعنى أنك أول ما تخش أي مهمة قريبة من الألينة على طول تجون على خويك اللي هو عكسك بالأهم اللي هو يعني اللي من اللي من تحت الشريط أو المجتمع اللي جونت عليه وضبطته وخليته هو عكسك بالأهم تمام تجون عادي X دائرة رح ترسبن والخليطة مخفية طيب يا أخوان الآن رح ننتقل لشاشتي عشان أكمل لكم باقي خطوات على القليل والآن رجعت لكم مرة ثانية طيب يا حباي الآن زي ما تتم شايفين جبت الشاحنة حقتي خلاص ومثلا إذا عندك ناس في السيرفر حط بسف مود تمام زي ما تتم شايفين دوروا سيرفر لوحدك أنت وخوية زي ما قلت لكم في ذات المقطع وسووا الطريقة وإن شاء الله أضبط معاكم زي ما ضبط معايا أنا تمام حتى لو في ناس سووا بسف مود وسووا معايا الخطوات طيب الآن زي ما شايفين خوية مظاهر عندي في الخليطة كذا هو مقلتش خلاص وأنا اللي بأدبل ما رح أسوي الخطوات اللي شرحت لكم مياها في البداية تمام الآن رح ندخل الأرينة بهذا الشكل بعد ما أني طلبت اللي هي الشاحنة حق تالبانكر طيب الآن نروح بسرعة بشكل سريع نروح عند أي سيارة ناخذها ونخرجها بره الأرينة نخلي صاحبنا يركبها اللي هو مازن تمام تمام الآن زي ما شايفين مثلا يعني سيارة هذي مثلا نخرجها بره بشكل طبيعي طيب الآن يركبها مازن صاحبي خلاص يركب السيارة ونقول له أنه ما يطلع مرة نهائيا من السيارة خلاص يقعد جالس في السيارة وما يخرج منها ويستناني بره تمام الآن نحن نرجع مرة ثانية عشان نبدأ في تدبيل مستربن تمام نخش بشكل طبيعي نضغط X ونتوجهها الآن عند اللي هي مستربن اللي حطيناها داخل الأرينة في الكراج الرئيسي تمام زي ما أنتم شايفين الآن حلوي الآن نركب مستربن بشكل طبيعي أول ما نركبها واشتغل المحرك نضغط سهم يمين رح يعلق فينا الشاشة زي كذا نضغط زر الستارت مرة وحدة خلاص بعدا نضغط دائرة تمام وبعدا نحرك اللي هو بالارتو بشويش زي كذا بهذا الشكل ما تعلق عليه لو علقت عليه ممكن يخرجك برة خلاص أنتم يعني ضغطة بسيطة بالارتو يعني كذا ضغطة بسيطة كذا بسيطة لأن شوف السيارة مشيت معاك تمشيها بهذا الشكل تمام تمام إن شاء الله يكون شرحي وواضح وسهل وبسيط وإن شاء الله ما يكون في أي صعوبة خلاص الآن نحشر مستر بن بهذا الشكل تمام بوريكم كذا تقريبا بهذا الشكل زي ما انتم شايفين لا كذا ما ضبط معانا نقدمها شوية خلاص تقريبا بهذا الشكل تمام زي كذا دخول سريع وخروج سريع طيب الآن نوقف هنا كالعادة نفس القليشات القديمة نوقف هنا بهذا الشكل بحيث تجينا الخيارات اللي عليها صار فوق تمام نضغط مثلثة نتأكد انه يركب السيارة او لا تمام ركب السيارة كذا امورنا في السليم تمام تمام الآن نوقف مرة ثانية خلاص نوقف مرة ثانية نكون قريبين من الباب يعني بهذا الشكل الآن أباكم تركزون مثلث وإكس في نفس الوقت تمام مثلث وإكس في نفس الوقت أنا بنضغط زي ما شايفين ركب وخرجنا برة تمام مثلث وإكس في نفس الوقت طيب الآن أول شي نرفع الجوال ونطلب سيارة مجانية أو مثلا دباب الفاقي اللي قلت لكم عليه في بداية المقطع خلاص زي ما شايفين الآن خوية راكب السيارة والآن نستنى المكانيكي راح يطلبنا اللي هي سيارة اللي هي المجانية شو ما الآن بطلب سيارة مجانية حطيت سيارات مجانية تمام لحين طلبت السيارة هي ما راح ترسبن بس إنه يقول لك إنها بترسبن تمام خلاص الآن كل العيهة خوية ينزل من السيارة الآن ينزل مازم من سيارة المجانية دي وتختفي خلاص بعد ما اختفت زي ما شايفين جات لوحة اللي هي مختلفة يعني ما هي بلوحة خاصة زي ما شايفين تغيرت اللوحة خلاص الآن شكل بسيط وسهل خلاص نضغط سهم يمين وبعدين نضغط اكس أو نعلق على اكس ما يفرق معنا وكذا يا أخوان انتهينا من النسخة الأولى تمام كذا حفظنا النسخة الأولى طيب يا شباب النسخ كلها راح تروح محل الكراج اللي فيها السيارة المجانية أو دبابات الفاديو تمام والأصلية راح تظل مكانها في الأرينة طب نبغى ندبل نخرج من الشاحنة بهذا الشكل خلاص ونخلي صاحبنا مازن يركب السيارة مرة أخرى خلاص الآن يركب السيارة مثلث تمام الآن ينتظرني يا حبايب وأنا بخش أسوي نفس الطريقة مرة ثانية خلاص أوريكم النسخة الثانية وبعدها بننهي المقطع طيب يا حباب الآن راح نطبق الطريقة مرة ثانية ورح نشوف القراج هو إن شاء الله سهل وبسيط يا حبايب زي ما انتم شايفين الآن السيارة مجانية رجعت مكانها تمام زي ما قلنا لكم ومستر بن الأصلية رجعت مكانها خلاص الآن بنطبق الطريقة حلوين الآن رح نضغط سهم مين ورح يعلقنا بهذا الشكل ما رح نقدر نضغط شي نضغط تمام تمام بعدين دائرة بعدين نمشي بال رجعت بشويش يعني ممر نعلق عليه يعني شوية شوية زي ما شايفين أنا كيف يعني أدبل دعسة بس بخفيف تمام وبعدين خلاص تمشي هنا براحتك عادي تمام تمشي هنا براحتك عادي تمام الآن رح نوقف مستر بنزي ما قلنا لكم نفس الطريقة الأولى أو نفس أختها اللي قبل تمام تمام الآن زي كذا ما أتعلم يعني لا كذا ما ضبط لا نقدم شوية للسيارة خلاص كذا إن شاء الله ضبط معنا التنقل خلاص كذا أمورنا تمام حلوين حلوي الآن نوقف بهذا الشكل يعني قريبين من الباب ومن حيث عند الخطالة تقريبا خلاص نضغط مثلث وإكس تمام مثلث وإكس رح يخرجنا بمستر بن إذا ما أخرجكم بمستر بن عادي أرجع مرة ثانية أخشها الكراج إذا خرجك بدون مستر بن عادي أخرج أدخل مرة ثانية الكراج وطبق الطريقة طيب الآن زيبتم شايفين لوحة السيارة هذه حلوين مختلفة ولحن رح أنقول لها اللوحة الثانية تمام تمام نرفع الجوال ونروح عند الماكانيكي ونطلب السيارة المجانية أو الدبابة الفاقي لأنه الدبابة الفاقي أو السيارة المجانية اللوحاتها رح تنتقل على مستر بن هادي تمام ورح نحفظها بالشاحنة خلاص النسخة الثانية طبعا والثالثة والرابعة والخمسة كلها كده حلوين زيبتم شايفين أنا بطلب حين أي شسمه أي سيارة مجانية وننتظر شويتين يا أخوان لا تسوون بسرعة الطريقة يعني أول ما تطلب السيارة المجانية لا تقعد إيش تخلي خويق ينزل من السيارة لا انتظروا كده ثواني معدودة خلاص يا حباب زيبتم شايفين كده ننتظر خمسة ثواني كده عشر ثواني عشرين ثانية حلوين وبعدين أقول لي صاحبي مازن ينزل من السيارة الآن يا مازن ينزل من السيارة زيبتم شايفين انتقلت اللوحة يا سلام كده أموركم في السليم كده خلاص يكون يا شباب نسخنا النسخة الثانية وبكده تقدر تنسخ جميع النسخ الباقية نضغط سهم يمين يقول لنا فل اللي داخل الشاحنة راح تروح الكراج اللي فيه دبابات الفاقي أو السيارات المجانية خلاص كده يكون خلصنا تبقى تعدد القليش مرة ثانية طلع السيارة هذه وتخلي خويك ركبة وتسوي الطريقة داخل اللي هو الأرينة تمام يكون كده وصلنا نهاية المقطع يا حبايب فأتمنى انكم لا تنسوني بالدعم واللايك والاشتراك والنشر يا حبايبي وبس هذا كان مقطعنا لليوم وان شاء الله بدون اي مشاكل وبس يا حبايبي لا تنسوني شيكون على جميع الرابط تظل في الوصف ولا تنسون تخشون مجتمع اللي بظلكم اياما منكم في الشاشة ونشوفكم في مقاطع جديدة وفي أمان الله اشتركوا في القناة